مرحبا ازلقائي كيفكم معكم نعيم من قناة نيمو قبل ما بلش اي شي بحب اتشكر كل الناس اللي اشتركوا وكل الناس اللي كتبتلي كومنتات حلوة كتير الله يسعدكم يا رب هذا اللي خلاني انا اكمل معكم وخلاني نزل فيديوهات اكتر واكتر وما لح اطعب نوب ان شاء الله متل مشاعفين هذا الكومنت كاتبلي انه انا عم بسرق من شخص اسمه يزيد ايتي يعني انت عم تقارنني مع شخص عنده نص مليون يعني انا ما عم بسرق شي من عنده على فكرة انا هي الصور شايف انت كمية الملفات اللي عندي انا عم جيب هاي الملفات والتسريبات وعم بجمعلكم ياها وحللها وفي كذا قصة انا عم بحكيها من عندي عم تطلع مزبوطة وفي هلأ قصة رح تطلع مزبوطة فبحب اتشكرك على هذا الكومنت وبحب اتشكر كل شخص عمل كومنت حلو ودعمني واشترك بالقناة والفيديو تبعنا اليوم هذا بيحكي عن تكملت هاي الصورة شو نزل بعدها وشو لح يصير وقلكن كل شي تسريبات صارت هلأ خلال هذا اليوم من مبارح لليوم 20 ساعة شو صار بهال 20 ساعة فاذا انت اول مرة تشاهد عندي المقطع على القناة اريد تشترك تفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو بتكون دعمتني كثير عن مجهودة اللي انا عملته ومشاهدة ممتعة اول شي لا نبلش مع هاي الصورة هاي الصورة نزلت هلأ بهذا التاريخ اللي هو 16-2 قبل التحديث بيوم واحد نزلت فورتنات الصورة انه استعد للتفعيل حطوا ايمتال وقت تبع العدد تنازلي تبع الموسم الموسم ان شاء الله لح ينزل تحديثه يوم الخميس موافق 22 ساعة 12 بتوقيت السعودية والساعة 11 بتوقيت مصر مثل مكاتبين انه سيكون حجم الباتش اكبر من الطبيعي مع انطلاق الموسم الجديد يعني لح يكون حجم الابديت اكبر حجم الابديت لح تشوفه انت بها اللعبة مثل ما كتبت فورتنايت انه هذا التحديث سيكون حجمه كتير كبير خلينا نفوت مع هاي الصورة هاي الصورة مبارح اللي احنا وقفنا عندها اخر شي ممكتوب انه اسم الرمزي وما في شي تاني غير هذا وقلت لكم انه في هذا اللوغو تبع الناس المنحة وتبع الايجو بس هاي الصورة اذا جمعت هدول الاطاع المتناصر سيطلع معنا اللوغو تبع اوميغا هذا اللوغو تبع اوميغا يلي هو بالسيزون الرابع اجا بالسيزون الرابع متل ما كلنا بناعرف كانت الماب طبيعية وكانت لعبة طبيعية اجا السيزون الرابع واجت معه ناس من الفضاء в yup اجوا ناس واجا مين بقى اجا معهم فيزتور هذا فيزتورى اللي بلش حكاية السيزون الرابع الشابتر 1 اجا وعمل فوضى باللعب والشغلات كتير باللعب اللي هي اثرت عليها ونهيت نهاية الشابتر وان بلشنا بالشابتر تاني والثقب الاسود وهي خلصنا ورحنا عالمها بجديدة متل مشايفين ربطوا هذيك الاحداث بهذا الوقت ردوا حطوا اللوغو تبع اوميغا فهذا الشي بديل على انه في شي من السيزن لح يرجع الرابع في شي لح يصير مشان هيك هلا كميل الفيديو وعرف شو صار وعرف انه اوميغا الو دخل هو فيزيتور بحكاية هذا السيزن وهذا الشابتر جمعناهم مع بعض وطلع معنا اللوغو تبع اوميغا بعد منا نزل الصورة تاني تبع هذا القنبلة او القنبلة هي تقريبا الناس فكرتها منطاط طلعت هي قنبلة متل ما شفنا ما كتبوا شي ما في غير سري للغاية كامبوم وما في شي جديد وفورتنايت شابتر تو بس هي اذا انت عدلت الصورة تبعها وعدلت الالوان بيطلع معنا الصورة البيضة والسودة هي تقريبا هاي البيضة والسورة بتاخد مننا في متل جزء من الماب بتحطه بالماب الحالية اللي احنا هلا عم نلعب فيها بيطلع معنا مكان جديد اللي هو بجنب سليربي وبيطلع معنا حقول النفط اللي احنا عكينا عليها بالفيديو السابق انه رح ينزل بجميع ارجاء الماب بكل مكان اللي حينزل مكان النفط ودليل على هيك بتحديث الهالوين تقريبا الهالوين اللي فات او اللي قبل هاد نزل شي بملفات اللعبة اسمه امو اللي هو زخيرة البترول هاي الزخيرة البترولية نزلت بالملفات اللعبة بالتسريبات بس ما نزلت باللعبة بدوه هاد الشي بدل على انه عم مربطوا الاحداث مع بعض هاد القامو تقريبا ممكن احنا نشوف مثل اللعبة ببجي انه لحنا ناخد هاد القامو نعبي فيه قارب او وسيلة التنقل لحد الامو مو معروفة شو هي بس نزل هاد الشي بس اختفى يعني ما عدت بيه مثله مثل الغلايدر مثل السكن اورو اللي نزل اختفى نزلت ملفات اللعبة وما عاد شفنا عليه ولا اي شي ولا ظهر باللعبة بدوه بعد مننا نزل الصورة تانية اللي هي ظاهرة امامكم بالشاشة جاري كشمياو ما بعرف شو معنات هالكلمة هي كشمياو ما فهمت ابنوب انا بس اللي فهمنا من هالما بفننا شغلات كتير فيها وشي اللي هو ربط كل الاحداث مع بعض مثل مو شايفين فورتنايت نزلت ونزلت ثلاث مسلسات يعني ثلاث الغاز كملوا هذا الشي بيدل على انه هذا السيزن مرتبط بالسيزن الرابع كتير بشكل رهيب مثل مو شايفين هذا اللوغو الابيض اللي هو هذا طلع لوغو الصاروخ بترجع بالزمن اللي ورا للسيزن الرابع بتلاقي قدامك مكان فيزيتور المخبأ تبع فيزيتوري اللي كان قريب على هاي المنطقة هاي المنطقة الجبلية كان فيها مثل معدات تبع فيزيتوري اللي هو كان عم يساوي الصاروخ الخاص بالريفت اللي هو بده يدمر فيه الماب كان مثل مو شايفين اللوغو متشابه بشكل مو طبيعي وانا واحد من الناس اللي بالسيزن الرابع كانت عم بلعب ونزلت به المنطقة وشفته بعيني وهذا الصح الموجود هذا اللوغو موجود كان فعلا وانا شفته وهذا الشي بدل على انه هذا الصاروخ لح ينزل او لح يعمل شي الله وعلم شو لح يعمل فيزيتور لح يرجع لللعبة وممكن تقريبا 80% يصير احداث ونرجع بالزمن ونرجع للماب القديمة هذا الشي لسه مسرب انه يمكن نرجع للماب القديمة بس مو متأقديم منه واذا جمعنا الصور هدول الثلاثة مع بعض بيطلع معنا شي اسمه ميداس الميداس هاد عبارة عن شخصية قديمة هاي الشخصية القديمة اللي هي شخصية اغريقية كانت لملك بيقدر بيلمس كل شي بيحوله على ذهب اذا كتبت على جوجل بتلاقي هذا الشي هذا الملك اسمه ميداس هذا الملك كان يلمس يحول كل شي على ذهب هو هذا الناس حكوا على انه هو هذا سكين اورو بس سكين اورو اختفى منه وطلع مكانه هذا الوش الدهبي اللي ظاهر امامكم فوق اذا جمعنا كل الشافرات تبع هدول الصور بيطلع معنا اسم ميداس اسم ميداس متل ما حكينا على جوجل بتبحث عليه بتلاقي هاد الشي الاغريقي انا حكيت عنه في فيديو سابق انه هذا الكلام هبد ومو صحيح بس لحد الآن مو مأكد مية بالمية لعينا كلمة ميداس بهدول الصور بس ما عرفنا شو شغلته او شو اللي حيساوي او اذا لمس اي شي شو اللي حيساوي دهب لحد الآن مو مفهومة شو السيرة بعد منا نزلت صورة تانية اللي هي ظاهرة امامكم جاري كشف مياه وعنه ما بعرف شو هي ما فيه شي غيرنا الالوان كمان ما طلع فيه شي بس انا استنتجت شغلة استنتجت شغلة انه متل مو شايفين ورا هاد شلون فيه الماب او الخريطة بالجزيرة انه هاي لح تكونوا بوسط الماب اذا انت اخرت هذا اللوغو هذا انا عملته اكيد لح يطلع يعني انا واثق من كلامة اربعة اثمانية بالمية واذا طلع صح لح نزله ومشان يتعلم هاد تبعي الزيت ايتي اللي انك انت عم تسروق المهم بتاخد هذا و بتحطه بنص الماب انا عدلته بيطلع معنا هاي الجزيرة بيطلع زوا مع بعض انه هاي نفس المكان ونفس يعني شبيهة جدا جدا لوسط الماب فهذا الشي اللي احنا نستنتجه انه هاد المكان لح يكون او هاي الخريطة اللي صغيرة تبع المكان لح يكونوا بوسط الماب وانا هاد الشي كلام من عندي تقريبا واسق فيه انا هاد الكلام 80 بالمية انه لح يتغير وسط الماب ولح ينزل هاد المكان الخاص بالبيك بوس او الرئيس اللي كبير تبع هاي اللي حكاية كلاته اللي جننت الناس كلاته وما كنا نفهم شو قصته هاد الكلام اذا طلع صح من عندي فما بعرف بس اشتركوا بالقناة يعني ما في شي تاني ما بقدر كافي حال غير انه اشتركوا بالقناة وحطوا لي لايك على الفيديو على اللي شغلت مخي كتير وتعبت كتير اليوم بهذا الموضوع وفي معنا شغلة جديدة نزلت هي بالتسريبات يلي هي ميزة الكوبي يلي انت لاصناع المحتوى للستريمر واليوتيوبر لما تاخد رأسة يكون عليها حقوق نشر على اليوتيوب اي غنية يكون لها حقوق نشر مثل الغنية اللي ظهرت من يومين هاي الغنية لما انت ترقصها او هذا الاموت لما انت ترقصه تطلع النغمة هاي النغمة اذا انت كنت رافع الفيديو تبعك الخاص على اليوتيوب او على تويتش او على ستريم يعني تكون عامل ستريم بهذا الموضوع بيجي عليك حقوق انك انت سارق غنية من على اليوتيوب عليها حقوق نشر وانت حط عندك على اليوتيوب من غير يعني تشتريها او هيك ما بعرف شو الموضوع بس المهم هاي الميزة اي غنية عليها او اي ايموتة عليها حقوق نشر متاخد من غنية على اليوتيوب واقعية بالحياة تبعنا لح تنحزف يعني لما ترقص الايموت ما لح يسجلك هذا الايموت او ما لح يطلع صوت الايموت كله مجرد رأسة بدون صوت بس هكل شي معنا هلا لحد الان وقت الايمشوب لح ينزل بعد كم ساعة بعد ثلاث ساعات اكيد لح ينزل فيديو جديد او لح ينزل لترايلر حاجة يعني الغاز لحنا تعبنا من موضوع الغاز بدنا ترايلر بدنا شخصيات جديدة بدنا سكنات بدنا نشوفها لحنا بدنا شي نكون متاقديم منه ما نعقد نحل الغاز بدنا شي واثقين منه وشايفينه لحنا وموضوع هاي الماب وموضوع هذا صاروخ الفيزيتور لحيكون ان شاء الله مزبوط من عندي هذا الكلام لحيكون مزبوط ولا تنسوا الجيفاوي اللي انا عامله عالبطل بس ان شاء الله لحيكون بعد الساعة يداعش لحشغل بي سي تبعي وعمل الابديت ونشوف شو بيصير ان شاء الله بهذا السيزون ونصور لكم السيزون كامل ولح اعمل السحب الشخص اللي هو لح يربح البطل بس من قناتي مجانا عالدعم اللي دعمتوني اياه هذا اقل واجب بقدر ادمو لكم وان شاء الله بس لو اوصل الى 800 مشترك او 1000 مشترك لحيكون عندي سحب منتظم كل يوم تنين ان شاء الله لح اعمل سحب على فيديو كل يوم تنين وربح واحد بطل بس او 10 دولار يلي بيختاره ان شاء الله حسب الوقت وشكرا ازا كملت المقطع لالاخر وبرعاية الله موسيقى